الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقاء ذاك اللقاء يوضح لنا أن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج حينما وصل إلى سدرة المنتهى له عرش الرحمن فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعن عليه فنداه رب العزة لماذا تخلعن عليك يا محمد يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلهي خشيت عاقبة الطرد ومرارة الرد وأن يقال لي كما قيل لأخي موسى فنداه رب العزة يا محمد إن كان موسى أراد فأنت المراد وإن كان موسى أحب فأنت المحبوب وإن كان موسى طلب فأنت المطلوب وأنت القريب وأنت الحبيب فسلني ما تحب فإني سميع مجيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك آمنة التي ولدتني قال اللهم إني لا أسألك آمنة التي ولدتني ولا حليمة التي أرضعتني ولا فاطمة ابنتي وإنما أسألك أمتي فقال رب العزة يا نبي الرحمة ما أشفقك علي على هذه الأمة أمتك خلق ضعيف وأنا رب لطيف وأنت نبي شريف ولا يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف فعوزتي وجلالي لأقصمن القيامة بيني وبينك شطرين أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة على البدر والصراج والوهاج أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى